موسيقى أهلا بكم Z Flip 6 هو الأحدث في تشكيلة سامسونج من الهواتف القابلة للطي تسمح شاشته الداخلية المرنة هنا بطيه لجهاز مدمج صغير الحجم يتسع بسهولة في الجيب وبفتحه يصبح بحجم هاتف قياسي أرى شخصيا أنه ينبغي على الشركات المنتجة للهواتف القابلة للطي أن تركز أكثر على تحسين ميزات هذه الفئة العملية جدا من حيث التصميم Z Flip 6 من سامسونج يأتي بتصميم أنيق ورشيق وشاشة خارجية كبيرة كما في طراز العام الماضي ولكن مع تحسينات تشمل لدكال الصناعي بطارية أكبر معالج أكثر تطور بنظام تبريد بحجرة بخارية بالإضافة إلى كاميرا محسنة هنا في الخلف رغم احتفاظ Z Flip 6 بنفس حجم ووزن الطراز السابق Z Flip 5 إلا أنه يأتي ببطارية أكبر وهو بحد دات إنجاز كبير من حيث التصميم هنا يبدو مشابها لسلفه Z Flip 5 ولكن الحلقات هنا حول الكاميرات الخلفية أصبحت أكثر بروزة مرة أخرى لدينا هنا زجاج Gorilla Glass Victus 2 المتين لحماية الشاشة شاشة الغلاف وكما في طراز العام الماضي يوجد لدينا هنا مفصل معزز قوي من الألومنيوم المدعم بإمكانه إبقاء الهاتف مفتوح في جميع الزوايا المختلفة وهو مفيد جدا لصناع المحتوى الإطار هنا يأتي مسطح أكثر مما في الطراز السابق مع حواف حادة باللون المطفي ما يمنحه مظهر أكثر فخار الجديد في الهاتف أيضا هو أنه مقاوم للغبار إضافة إلى مقاومته للماء كما في طراز العام الماضي وفق معيار IP48 ما يعني صموده تحت عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة يأتي Z Flip 6 كما في الطراز السابق بشاشة داخلية رئيسية هنا قابلة للطي من نوع أموليد بمقاس 6.7 بديقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وتقول سامسونج أنه يمكن أن تنخفض إلى 1 هرتز عند الخمول أو حالة السكون لتوفير الطاقة الشاشة واضحة وحادة وتدعم تقنية HDR10 بلاس هذا العام قامت سامسونج أيضا بتحسين سطوع الشاشة بحيث يصل أقصى إلى 2600 شمعة الطي هنا أو تجعيدة في وسط الشاشة بالكاد ملحوظة عندما تكون الشاشة مضاءة وقد تلاحظها من بعض الزوايا الشاشة الخارجية هي ذاتها الموجودة في Flip 5 يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات عليها رغم صغر حجمها تأتي الشاشة من نوع أموليد بمقاس 3 بوصات فاصلة أربعة وكثافة بيكسلات تبلغ 306 بيكسلات لكل بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز وسطوع يصل إلى 2600 شمعة كما في الشاشة الداخلية للأسف ما تزال شاشة الغلاف تتيح لك فقط الحصول على المعلومات الهامة والوصول إلى الوظائف الأساسية كالتقويم وفتح بعض التطبيقات وحقيقة توقعنا منها أكثر من ذلك وأن تقوم بكل المهام التي تقوم بها الشاشة الرئيسية الداخلية يمكنك هنا فقط كما قلت الوصول إلى عدادات التبديل السريع التحقق من الإشعارات الرد على الرسائل النصية تدعم شاشة الغلاف هنا الوجت لأشياء مثل التقويم الطقس البوصلة تدعم أيضا بعض التطبيقات أندرويد مثل يوتيوب وجوجل مابس ونيتفليكس وجوجل ميسجز وأيضا سامسونج ميسجز يعمل Z Flip 6 بواجهة One UI 6.1.1 من سامسونج المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 وهي نسخة خاصة تأتي ببعض الوظائف المحددة للهواتف القابلة للطي التي لا تضمها هواتف سامسونج الأخرى مثلا سماح لبعض التطبيقات بتقسيم واجهتها إلى جزئين لاستغلال الشاشة القابلة للطيب بشكل أفضل مثل تطبيق يوتيوب إحدى الميزات الكبيرة هنا تتمثل في الدعم البرمجي الواسع من سامسونج مع سبعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وسبع سنوات من التحديثات الأمنية إحدى الميزات التي تم تعديلها للهواتف القابلة للطي هي المترجم الفوري المباشر حيث يمكنك التحدث وجها لوجه بلغتين مختلفتين بحيث يعرض كلامك على الشاشة الرئيسية بينما يرى المتحدث الآخر الترجمة على الشاشة الصغيرة شاشة الغلاف ورغم أن بعض الترجمات ليست دقيقة جدا ولكنها توصل ما تريد قول من سياق الكلام للطرف الآخر وتبقى هذه الميزة عملية للغاية خاصة إذا كنت في بلد أجنبي ولدينا ميزات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي هنا أيضا والتي رأيناها لأول مرة في سلسلة جالكسي S24 والتي تشمل مثلا تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي ميزة رسم الدائرة للبحث عن شيء في الإنترنت وأيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنك تحويل الخطوط إلى رسم حقيقي وهي تجربة حقا ممتعة للغاية كما يمكنك استخدامها على الصور الموجودة في ألبوم الصور أو التي التقطها بالفعل كأن تضيف شيء إلى الصورة بحيث يبدو وكأنه جزء منها بالنسبة للصوت يضم Z Flip 6 زوجا من مكبرات الصوت ستيريو بنفس جودة الصوت كما في العام الماضي من حيث الأمان حافظ الهاتف على بصمة الإصبع أو قارئ بصمات الإصبع المدمج هنا في زر التشغيل الجانبي والذي يستجيب بشكل سريع وممتاز من حيث السعة التخزينية هناك خياران إما 256 أو 512 جيجا بايت كلاهما غير قبل التوسعة للأسف عبر بطاقة خارجية يدعم الهاتف شريحة اتصال من نوع نانو وكذلك شريحتين اتصال إلكترونية من نوع E-SIM مع إمكانية تشغيل شريحة نانو وشريحة إلكترونية في نفس الوقت بالنسبة للأداء زودة هاتف Z Flip 6 الجديد بمعالج Snapdragon 8 الجيل الثالث وفق معمارية 4 نانو متر وهي نسخة خاصة لهواتف جالاكسي من سامسونج بسرعات وأداء أعلى مما في الهواتف الأخرى الموجودة حاليا في السوق هاتف Z Flip 6 هو أول هاتف في سلسلاته يحصل على التبريد البخاري ما يعني إدارة حرارة أفضل والاستخدام لفترات أطول مما في طراز العام الماضي تم هنا زيادة البطارية هذه المرة من 3700 ميلي أمبير ساعة إلى 4000 ميلي أمبير ساعة ما أدى بلا شك إلى تحسين عمر البطارية مقارنة بطراز العام الماضي قوة الشحن ما تزال 25 واط للأسف ولا شاحن في العلبة مع استخدام شاحن مناسب يمكن شحن البطارية هنا من صفر إلى 50% خلال نصف ساعة وبالكامل ساعة و41 دقيقة الهاتف ما يزال يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط واللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط دعونا الآن نتحدث عن الكاميرات هنا تم ترقية الكاميرا الرئيسية من 12 ميجا بيكسل إلى 50 ميجا بيكسل مع الاحتفاظ بنفس الكاميرا العريضة الفائقة بدقة 13 ميجا بيكسل من العام الماضي تقوم الكاميرات هنا بعمل جيد جدا في ظروف الإضاءة الجيدة وخلال النهار الصور واضحة والألوان طبيعية وجميلة وخالية من التشويش مع مدى ديناميكي ممتاز في الإضاءة المنخفضة تلتقط الكاميرات الرئيسية صورا جيدة جدا مع ضوضاء طفيفة جدا ولكن مع الكثير من التفاصيل الألوان مشبعة بشكل جيد والمدى الديناميكي جيد كما يقوم الهاتف بأداء جيد جدا وأفضل من سابقه في الوضع الليلي تقوم الكاميرا فائقة لتساع هنا بعمل جيد التفاصيل جيدة هناك أيضا مدى ديناميكي جيد وألوان مشبعة لدينا أيضا ميزة الأوتوزوم أو التقريب التلقائي كما نشاهد باقترابي من الهاتف تقوم الكاميرات بالتقريب أوتوماتيكيا وبرفع يدك تقوم الكاميرات بالتقاط الصورة بواسطة Z Flip 6 من السهل التقاط صور سيلفي هنا رائعة وعالية الجودة باستخدام الكاميرا الرئيسية هنا واستخدام شاشة الغطاء هنا كمنظار وبالطبع هناك أيضا كاميرا سيلفي مدمجة هنا في الشاشة الداخلية كاميرا سيلفي عريضة بدقة 10 ميجا بيكسل تلتقط صور جيدة لكن ليس بجودة تلك الرئيسية الخلفية هنا يمكن لها تفزيه في لب سيكس تسجيل فيديوهات بدقة 4K بجميع كاميراته الفيديوهات الملتقطة من الكاميرات الرئيسية وفائقة لتساع جيدة جدا مع ألوان جيدة ومدى ديناميكي واسع كانت هذه إذن مراجعة لهاتف Z Flip 6 القابل للطيئة الجديد من سامسونج والذي يأتي بتحسينات عملية مقارنة بطراز العام الماضي مثل مقاومة الغبار بطارية أكبر معالج أسرع وكاميرا رئيسية أفضل يبلغ سعر الجهاز 1099 دولار ما رأيكم في الهاتف مواصفات مقارنة بالسعر لا تنسوا أن تشاركوني آراءكم إلى اللقاء